سوف نرى المحاضرة الأخيرة الخاصة بالأحضار الحطي البسيط نحن بدأنا في الأحضار الحطي البسيط مرة اللي فاتت و قلنا أن هناك شيء اسمها نموذج محدد و نموذج احتمالي و أريد أن تعرف تشاهده تاني حاجة قلنا فرق بين الارتباط و الانحضار إيه؟ الارتباط بيبين كوة و اتجاه العلاق أما الانحضار بيقدر علاقة الانحضار تقدير أو التنبؤ بعلاقة الانحضار انا في المحاضرة اللي فاتت شكل الانتشار ما قلتوهش قلت تسيبه دلوقت لا تعالى نشوف كده مسألة بقى شامل مهمة تمرينهم وعايزك تخلي بالك من المسألات إذا كانت شركات التأمين ده تمرين تعطي خصما في تأمين السيارات وتتوقف على خبرة سائق السيارة ودش كده المهم مديك عدد سنوات خبرة السائق اللي هي سين ومبلغ قصة التأمين هو سائق أول حاجة ارسم شكل الانتشار بين سين و سين أولا شكل انشاء الله اسمه سكتر دايبران شكل يوضح العلاقة بين سين و ساق علاقة تربية و العكسية لما تيجي ترسم المحور الأطقي هتخليه سين و المحور الرأسي هتخليه ساق لما سين باثنين صد كام تماني لما سين باثنين صد كام بتماني بص عملت أول نقطة فوق خالصا وهكذا بص كده لو انت بصيت على منظر النقط هتلاقي النقط مجلل تحت يبى واضحة قوي ان العلاقة بين سين و ساق لو كده اسمها علاقة عكسية لو كانت النقط في تزايد طلعة الفوق يبقى علاقة تربية واضحة قوي بص اول نقطة فوق خالص النقط اللي بعد كده نازلة 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 وهكذا يبقى اسمها العلاقة عكسية يبقى الهدف من شكل انشاء يقول ان العلاقة تربية عكسية تقدير علاقة الانحضار قلنا علاقة الانحضار عشان اقدرها انت عارف علاقة الانحضار صاد هت بتساوي الف زائد بي سين اديتك ثلاث خطوات عشان تجيب بيهم علاقة الانحضار اول خطوة اجيب ب ثاني خطوة اجيب الف ثالث خطوة اكتب المعادلة وارح شايل الالف كتبكمتها شايل البدو كتبكمتها بي هت اول مجلسين ساد ودى شكل العلاقة العكسية ولو نفس المسألة جبتها لك وقلت لك هات لمعامل الارتباط بين سين وساط ما هي نفس الأرقام سين وساط ونفس الجدول اللي عملناه عملت جدول عملت فيه خيانة اسمها سين ساط عملت خيانة اسمها سين تربيع عملت خيانة اسمها ساط تربيع وعودت في قانون معامل الارتباط سيطلع معامل الارتباط بالسالب لأن العلاقة عكسية معامل الارتباط لو طلع بالسالب هتلاقي قيمة به هتطلع بالسالب هتلاقي شكل الانتشار وشكل النقاط واخده نزل التحت يبقى بعلاقة عكسية ثاني خطوة جبت يالف قانون قالف مجيس على نون وبعدين عودت فيه معادلة لقد قلق الحضار صعب هد تساوي ألف زائد بي تساوي شلت الألف كتبت قانتها شلت البي كتبت سالب 288 حسنا سيبك من تفسير ألف و بي ليس بقى طالب منك حساب الخطأ المعياري للتقدير الخطأ المعياري للتقدير المعياري للصدر يتحدث التج οπο LGBT في كل ما استمرt ما بالإعلان المعيار ما بالإعلان المعير لك 名ة سالب معيار الإعلان المعيار 299 لمعيار صدق ماqué يسلي 灣 المعياري لك ٢٢٣ على نون ٥٦٠٠ فتلع الخطأ